بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم النبيين من أجل التحضير الجيد للمتحان الموحد الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية ينبغي الإطلاع على امتحانات السنوات السابقة إذن أضعوا بين يديكم امتحانا جديدا خاص بمادة الرياضيات لمدرية إقليمية أخرى المدرية الإقليمية لأنفا إذن هناك نفس الترتيب كما تلاحظون مدة الإنجازية ساعة ونصف المجال الأول هو الأعداد والحساب أولا أضعوا وأنجز ما يلي السؤال الأول هنا كما تلاحظون عملية طرح مع عملية جمع 3495.07 ناقص 27000 27.345 هذا العملية الطرحة هذه سوف نضيفها زائد 598 هذا السؤال الأول وعليه نقطتان سؤال الثاني عملية الضرب يعني كما العادة إذن 876 مضربة في 49.03 عملية الضرب هذه ثم ثالثا عملية قسمة إذن 87 87.522 مقصومة على 174 إذن هذه هي العملية هذه عملية القسمة رابعا احسب ما يلي إذن لديكم هنا يعني الكسور 5 على 2 ناقص 7 على 2 كل بين قوسين مقصومة على 3 على 4 زائد 4 على 5 بين قوسين إذن ينبغي حساب ما بين القوسين ثم عملية القسمة بين العددين الكسرين الذين وجدتم وجدتمهم هذا السؤال الرابع السؤال الخامس وهو عبارة عن مسألة وضع أحمد مبلغا من المال في بنك بسعر 8% وبعد سنتين ونصف حصل على فائدة قدرها 3740 إذن ألف احسب الفائدة السنوية احسب الفائدة السنوية ب احسب المبلغ الذي وضعه أحمد في البنك هو المبلغ الذي وضعه أحمد في البنك وكانت فائدته 3740 درهما بعد سنتين ونصف إذن هذه السؤال الخامس ثاني هذه المسألة المجال الثاني المجال الثاني الهندسة إذن السؤال السادس ارسم الزاوية A.O.B قياسها 160 درجة وأنشئ منصفها منصفها O.E. حدد قياس وطبيعة الزاوية A.O.E. هذا هو المطلوب سابعا أنشئ متوازي الأضلاع A.B.C.D. بحيث يكون A.B. يساوي 8 سنتيمتر و A.B.C.D. يساوي 5 سنتيمتر وقياس الزاوية D.A.B. تساوي 80 درجة ثم السؤال الثامن ارسم مماثل الشكل A.B.C.D. بالنسبة للمستقيم D.A.B.C.D. بالنسبة للمستقيم D.A.B.C.D. هذا هو المطلوب سؤال التاسع وهو عبارة عن مسألة قطعة أرضية مربعة الشكل قياس محيطها 376 مترا احسب مساحة هذه القطعة بالR ثم المجال الثالث والقياس إذن حول إلى الوحدة المطلوبة لدينا سؤال العاشر 24.66 هيكتومتر زائد 452.5 ديسيمتر أو ديكامتر يساوي كم يساوي بديسيمتر ثم سؤال 11 لدينا 3.7 كيلوغرام زائد 46.25 طن كم يساوي بالقنطار إذن سوف تحددون ذلك بالقنطار بناء على جدول الوحدة الأساسية وأجزائها ومضاعفاتها ثم لدينا السؤال 13 1.6 متر مكعب زائد 4.56 ديكامتر مكعب زائد 654 لتر كم يساوي بديكا ديكالتر أو ديكالتر أو ديكالتر 3 على 4 من حجمه أوجد كمية الماء أوجد كمية الماء إذا علمت يعني كمية الماء الموجودة في هذا المسبح على شكل متوازن مستطيلات أوجد كمية الماء إذا علمت بأن ارتفاعه وأن ارتفاع الكل لهذا المسبح ارتفاعه يساوي 2.4 متر إذن هذه بالنسبة لهذه المسألة عليها 3 نقاط هذه المسألة عليها 3 نقاط ثم المجال الأخير المجال الرابع تنظيم ومعالجة البيانات إذن السؤال الخامس عشر يعني عليه 3 نقاط الجدول أسفله يبين المساحة المخصصة لزراعة الحوامض حسب الجهات هذه الإحصائيات مقدمة من طرف وزارة الفلاحة لسنة 2019 إذن لدينا مجموعة من الجهات لدينا خمس جهات هي يعني لدينا خمس جهات إذن الجهة شرقية الجهة الشرقية المساحة بالهكتار يعني المساحة يعني المخصصة لزراعة الحوامض إذن المساحة المخصصة لزراعة الحوامض بالجهة الشرقية هي 20.660 هكتارا بالجهة الشرقية ثم بجهة سوسماسا بجهة سوسماسا لدينا مساحة 40.350 هكتارا بجهة سوسماسا ثم لدينا جهة الرباط سلا القنيطرة جهة سلا القنيطرة المساحة المخصصة فيها لزراعة الحوامض هي 25 وعشرين ألف وثلاثمائة هكتار ثم بعد ذلك لدينا جهة مراكش آسفي جهة مراكش آسفي تخصص مساحة لزراعة الحوامض بمساحة 17.750 هكتارا ثم أخيرا لدينا جهة المقدمة في هذا الجدول لدينا جهة بني ملال خنيفرة جهة بني ملال خنيفرة المساحة المخصصة لزراعات الحوامض في هذه الجهة هي 17430 هكتارا إذن هذا جدول يعني المساحات جدول الجهات بالمساحات إذن السؤال الأول المرتبط بهذا الجدول السؤال الأول ما هي الجهة التي تتوفر على أكبر مساحة مساحة مزروعة بالحوامض إذن ما هي الجهة التي تتوفر إذن لديكم 20.660 40.350 25.370 17.750 17.430 إذن واضح تماما الجهة التي فيها أكبر مساحة واضح جدا ثم السؤال الثاني ما هي الجهة التي تأتي في المرتبة الرابعة من حيث مساحة المزروعات بالحوامض إذن المرتبة الرابعة بمعنى ما قبل أخيرة يعني لدينا الجهة أكبر مساحة مزروعة ثم ثاني أكبر مساحة مزروعة ثم ثالث أكبر مساحة مزروعة ثم رابع أكبر مساحة مزروعة وهي الجهة المطلوبة هنا الجهة في المرتبة الرابعة من حيث المساحة المزروعة بالحوامض سؤال الثالث والأخير ما هي المساحة الإجمالية المخصصة لزراعة الحوامض بالمغرب إذن ما هي المساحة الإجمالية المخصصة لزراعة الحوامض بالمغرب إذن سوف تحسبون المساحات الموجودة هنا يعني هناك مساحات غير مذكورة هناك جهات غير مذكورة جهات ضربة مثلا غير مذكورة جهات طنجة غير مذكورة إذن ربما هذه الجهات توفر على المساحات الضعيفة إذن الأدري إذن ما هي المساحة الإجمالية المخصصة لزراعة الحوامد بالمغرب لدينا فقط خمس جهات ربما المقصود يعني المساحة الإجمالية لهذه الجهات الخمسة هذا هو المقصود على ما أعتقد إذن كان هذا هو الامتحان الموحد الإقليمي لنير شهادة الدروس الابتدائية دورة يونيو 2021 إذن المطلوب منكم إذن حاولوا أن تأخذوا ورقة مستقلة وتحاولوا إنجاز هذا الامتحان بشكل فرضي بعد ذلك سأضع لكم عناصر الإجابة الخاصة بهذا الامتحان إذن أرجو أن يكون هذا العرض مفيدا لكم أشكركم على حسن تتبعكم ونلتقي مع عناصر الإجابة لهذا الامتحان الإقليمي الموحد شكرا ترجمة نانسي قنقر